داخل هذه الروضة تعمل فاتمة على تنمية قدرات هؤلاء الأطفال وتطوير مهاراتهم الاجتماعية والمعرفية استعداداً لولوج التعليم الأساسي هنا في مقاطعة بابا بي تركز الطواقم التربوية على ترسيخ قيم المدرسة الجمهورية في الأذهان وتجسيد قواعدها داخل الوسط المدرسي المدرسة الجمهورية واكبتنا ما شاء الله بإحسن حال وخاصة في النظام الداخلي وفيما يخص حضور المعلمين فتبارك الله المعلمين الطاقم بيكملي هنا وحضور التلاميذ ما شاء الله عندنا نسبة 98% من التلاميذ يحضرون يومياً ما عدا الجمعة فالنسبة تراوح ما بين 80% و89% وفي الأوقات الأخرى الطاقم كله هنا والتلاميذ هنا ودينا خاصية أخرى هذه السنة ولله الحمد أصبحت عندنا قسم التحضير مع قبل المدرسة تجربة المدرسة الجمهورية أضحت واقعاً معيشاً في مختلف مدارس التعليم الأساسي على مستوى مقاطعة بابا بيه في وقت تعمل الجهات التربوية المعنية على تقديم المزيد من الدعوس التي تسلط الضوء على مفهوم الجمهورية وقيم المواطنة أنا أرى أن تجربة من الدرسة الجمهورية تجربة جيدة لكن ينبغي أن يحارب الاكتوار داخل أقسام خصوصاً الأوائل بالنسبة للبرنامج السنة الأولى جيد ما شاء الله كنت نقررها السنة الماضية وقاطعة مهتبارك الله هذا كل الصلاح الذي يعدل عليه جيد واستفادوا من التلاميذ والذي واستفادوا من المعلمين وفي السنوات الأخيرة شهدت مقاطعة بابا بيه تطوراً معتبراً في مجال البنية التحتية المدرسية مواكبة لمستوى الإقبال الذي يشهده التعليم الأساسي في مختلف أرجاء المقاطعة عدلودود السيدنا الموريتانية من مقاطعة بابا بيه